السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير وإن شاء الله مبسوطين اليوم إن شاء الله بدنا نيجي نشوف مع بعض ميزة موجودة في أجهزة شاومي لفلكشيب الأجهزة الرائدة العالية الأسعار المرتفعة هذه الميزة موجودة في الأجهزة الرائدة مش موجودة في الأجهزة المتوسطة كلها ولا في الأجهزة الاقتصادية هذه الميزة بدأ أفعل لك شغلة هتحبها كتير كتير وأكيد كنت تدور عليها من خلال الفيديو هذا لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد والآن نخش مباشرة على الشرح معاي جهازين جهاز ريدمي تسعة وجهاز فلكشيب ميتن من شاومي الآن لو جينا للقطة الشاشة بالنسبة للريدمي تسعة لقطة الشاشة بالتلات أصابع منعمل لقطة الشاشة تمام وهانا منيجي في الميتن تلات أصابع منعمل لقطة الشاشة وفي عنا كمان إشي تاني بالنسبة للقطة الشاشة في عنا بالتلات أصابع منضغطيق حالتلات أصابع بعمل بتحدد اللي في عنا خيارات فوق الخيار اللي هانا ممكن تعمل دائرة الخيار اللي هانا ممكن ترسم إيش ما بدك مثلا أنا بدي هذه المنطقة اللي هو أعملها سكرينشوت هايو ضللها بنعمل هانا إيش حفظ فالآن تم حفظها بالايش بالصورة اللي أنا حددت طيب لو جينا بالتلات أصابع زي هيك وأخذنا مثلا اللي هو بدنا دائرة بتسحب زي هيك وبتعمل زي ما بدك وبتاخد دائرة وبتعمل حفظ بدك مثلا مربع بتعمل زي هيك برضو بتلات أصابع وبتعمل مربع تختار البدكية كل الصور هادي بتقدر تعملها اي حفظ نحفظت وين في الستوديو أو في المعرض لكن هنا في الجهاز اللي هو ريتمي تسعة لو حدلتك حتى تلات أصابع على الصبح مش هتعمل ولا هاجه غير تعمل بس سكرين ليش المتعارف عليه هنا بدنا نرأي الميزة هادي الموجودة هان نحطها هان تمام يلا خليني مع بعض يلا نبدأ على بركة الله هاي الصور اللي أخذنا هان طلع هاي الصور اللي أخذنا هان أشكال وألوان زي ما أنت بدك تمام 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 بنجي ناخد هنا جهاز اللي هو الريتمي تسعة وبنجي على جوجل بلاي وبنستخدم التطبيق اللي استخدمناه قبل هيك في موضوع اللي هو لما أنا باجي أستخدمه له اللي هو مركز التحكم الشفاف خلناه ومركز الإشعارات اللي هو ست اسمه هو تطبيق بس تغيير أكواد النظام الاكتر ست ايدت وهي ست ايدت وهي التطبيق وعمله تثبيت مباشرة هيتسبب نعمل عملية فتح مباشرة هيتفتح يقول له حسنا وبتنقر هالنقرة بتيجي على اللي هو add new setting بدنا نكتب الكلمات التالية بتكتب هاد الكلمة بالضبط اللي موجوده أمامك الشحطة اللي موجودة عندك الشحطة السفلة اللي هي هاد الشحطة اللي موجودة عندنا لما نحطها مش الشحطة هادي الشحطة مش هادي هادي تمام بعد ما نحط الكلمات هاد ما نقول له save تمام الان بدنا نيجي نحط كمان قيمة هحط لك اياها القيم هاد ان شاء الله او الكلام هاد هحط لك ايا وين في صندوق الواصف لا تقلقوا وكمان هيكون موجودة على قناة التليجرام هحط لك اياها عشان ما تقلقوا ان شاء الله الكلام اللي كتبنا قبل اللي هو معناه انه وضع الثلاث اصابع بشكل مطول الكلام الجديد بارتيال سكرينشوت يعني بدي اخد فيهم ايش لما احط ثلاث اصابع اخد لقطة شاشة هادي اللي هي الجملة التانية واعملها ايضا نفس الكلام شايفينه الكلام هذا شايفينه بعمله save خلصنا هيك احفظنا الكلام اللي كتبنا الان اطلعنا من اللي هو التطبيق بدنا نشوف ممكن ناخد لقطة شاشة طبعا لقطة شاشة عادية هيها نشوف لقطة شاشة اللي حكينا عنها اللي كانت على الجهاز الميتن لو حطينا ثلاث اصابع زي هيك كيف لوز اللوز بتعمل زي هيك تاخد لقطة بتعمل حفظ اخدنا الدائرة اللي بدنا اياها كمان مسلا نعمل كمان لقطة شاشة مربع تعمل زي هيك وبتكبر وبتزغر وبتقول له حفظ save وممكن تعمل زي هيك وتقول له دائرة وتعمل دائرة هاي دائرة ونعمل حفظ خلين نشوف وين صاروا صاروا في مدير الملفات في الاستوديو ولا لا وخشين على الملفات هاي صورة اللي اخدناها هاي صورتين هاي ثلاثة الكلمات بتكتبهم صح مش تقول لي ما زبطتش معاي هتصبط معك طالب انك حطيت اللي هو الشحطة السفلة مش الشحطة العليا وهاي صار جهازك الريدمي تسعة صار ياخد سكرينشوت بطريقة بطريقة احترافية ان شاء الله كون الفيديو عجبكو لا تنسى الله يكون اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصرف كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام